السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضغط الدم المرتفع هو مرض شائع ويحدث عند حدوث ضغط مستمر على جدار الشرائين ولمدة طويلة وهذا ما يسبب في مشكلات صحية مثل مرض القلب وعادة ما يتم تحديد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومدى مقاومة الدم في الشرائين يحدث ضغط الدم إذا كان القلب يضخ كمية كبيرة من الدم والشرائين ضيقة وبالتالي فإن زيادة العبع على القلب والأوعية الدموية يسبب ضغط الدم المرتفع ويمكن اكتشاف الإصابة به عبر قراءة قياسات ضغط الدم ولكن هل يوجد علاج لضغط الدم المرتفع وما هو العلاج وكيف يمكنك تناوله كل هذه الأسئلة سنتحدث عنها في هذا الفيديو حديثنا اليوم سوف يكون عن بذور الشية وهذه البذور معبئة بالعديد من العناصر الغذائية بما فيها الألياف والبروتين والمواد المضادة للأكسدة وأوميغا سري الدهنية والمعادن ويمكنك إدخالها بسهولة في نظامك الغذائي ليس فقط لأنها حبوب خالية من الجلوتين ولكن وجبة بذور الشية تحتوي على العديد من العناصر المفيدة تحتوي بذور الشية على ضعفين كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز المزيد من أوميغا سري أكثر من الجوز تحتوي بذور الشية على ثلاثة أضعاف الحديد الموجودة في السبانخ كذلك تحتوي على الكثير من الكالسيوم في كوب من الحليب وعلى العديد من المواد المضادة للأكسدة تحتوي أيضا على ضعف البروتين الموجود في الحبوب والبذور الأخرى تحتوي بذور الشية على خمسة أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب بالإضافة إلى البورون وهو معدن لنقل الكالسيوم في العظام تحتوي بذور الشية على كميات وفيرة من أحماض أوميغا سري وأوميغا سيكس وهي من الأحماض الدهنية الأساسية وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها وبالتالي تساعدك بذور الشية في تحقيق الصحة والحفاظ على الجسم بفاعلية لها طعم خفيف تمتلك بذور الشية طعم خفيف وممتع يمكنك حتى إضافتها إلى الأطعم الأخرى بدون تغيير مذاقها والاستمتاع بوجبات الطعام الخاصة بك مع الحرص على تقليل كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها ويمكن إضافتها إلى الخبز بالزبدة وإلى الصلصات والحلويات أو تناولها مع الزبادي ثبت أن زيادة تناول الألياف لخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وهي الغنية في بذور الشية حيث وجدت الدراسات أن زيادة متواضعة عشرة جرامات في اليوم في تناول الألياف قللت من الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الكلي بالإضافة إلى أنه أظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية تلعب دورا في تنظيم جهاز المناعة والالتهاب بهذه الطريقة تقلل بذور الشية من خطر الإصابة بالالتهابات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكر والسرطان والسمنة فعندما تستهلك بذور الشية بشكل يومي في إطار نظام غذائي لقلب سليم يمكن للألياف الموجودة في حبوب الشية أن تساعد في المحافظة على شرايين نظيفة إذ تنظم ضغط الدم وتخفض الكوليسترول السيء وترفع مستوى الكوليسترول الصحي وبما أن النشاط القلبي اليومي هو أيضا وسيلة أخرى لتحسين صحة القلب فإن حبوب الشية مزدوجة الفاعلية فالمساعدة بالبروتينات والمغذيات التي يمنحها هذا الطعام اللذيذ والرائع تجعل حصص التمرين الرياضي أسهل إلى حد ما أضرار الإفراط في تناول بذور الشية قد تؤثر بذور الشية بشكل ملحوظ على ضغط الدم مسببة انخفاضه وهو أمر قد يكون خطيرا بعض الشيء لدى من يعانون من ضغط دم منخفض بطبيعته كما وقد تتفاعل بذور الشية بشكل سلبي مع الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم مسببة تقوية مفعولها وبالتالي يخافض ضغط الدم بشكل كبير بدلا من الحفاظ عليه في مستوياته الطبيعية والصحية كيف تستخدم بذور الشية دائما نبحث عن الاستفادة الكاملة من الغذاء لذلك يفضل نقع بذور الشية قبل إضافتها إلى الوجبات والمشروبات وفي كلتا الحالتين تعتبر بذور الشية مصدرا غذائيا غنيا كيفية النقع إضافة ملعقة طعام ونصف ملعقة من بذور الشية على كأس من الماء وتركه منقوعا من نصف ساعة إلى ساعتين ويجب التنويه أن بذور الشية تمتص عشرة أضعاف وزنها من الماء لذلك يجب الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب كمية وافرة من الماء كذلك يمكن إضافة بذور الشية إلى كوب من الزبادي وتناوله مباشرة وهذا بالطبع يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وعلى عكس بذور الكتان فليس عليك مضغ بذور الشية للحصول على الفائدة الكاملة منها يمكن أكل بذور الشية بشكل كامل والحصول على الطاقة الغنية من هذه البذور شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته